لأنهم يسعوا بأنهم ينزلوا الدول نحن في حتياج إليه شديد جداً والمرضى لا يوجدون ففرقه وقتاً تصنع اللولة اللولة كان معروف قبل ذلك هي بمارس تصنع الأورنيتات مصرية لنفترون ، فهي بقى موزنًا سأتمنى معروف قبل ذلك نكتب من هذه الفرسات نكتب من السلوعة لا يوجد تحضير نكوان awhile in minimal and convert Ventile C is not obvious on the routine clinical examination despite its city of nature minimal and the convert Ventile biflovus D can have a significant impact and efficient daily limit special circumstances can depende where there may be and indication to read such انظر هذا صاحب ال Language of patients for example impairment in driving skills work performance quality of life or cognitive complaints and this is maybe the main manifestations of minimal hebatikinkefalopsy but this is a very dangerous issue in the driver patients with higher grades of hebatikinkefalopsy الذين يساعدون قد لا يمكن أن تحضروا الهواء تحتاج إلى مستقبل مستقبل وإنهم إليهم في مستقبل 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 سيكون المستقبل مستقبل تحضر المستقبل في تحضر المستقبل المستقبل يهم مبارك المستقبل لأنه بحقًا 90% من الناس يمكن أن يشعرون الناس للفضل المفتوكات من الحالات السويلة. المفتوكات بيشيئين من الحالات الجيئين لما يكون هذا هذا الانطقة مفتوكات هنا في الناس وانا برناتناه ويطاء عمليات في المدينة وعندنا من أي تلك الأشياء أكثر الأعلى في المدينة سنوات الوداء من المحلية عيبات الانسفالي أو تماماً كتابة المحلية تحلل الاجتماعات التراثية المتحدة على المعارضات التحاول المتحدة أحيانات المتحدة على تحلل الاجتماعات هذه هي الاجتماعات المتحدة لا تحلل ديسكريل كما راكتلوز ومتشارات الإمامية أخرى مثل أورال وبرانشتين أمينو أسد أورال و إلترافينيس إللي أوليسين إللي أسبارتين اللي نحن نسميها الأولى الروبيوتكس و أخرى الانتبيوتكس هم أيضاً يستخدمون دعونا نقوم بسرعة هذه الدرقات واحداً إذا نحن نتحدث عن تلكتينوز أنها تنفيذ تحرير كمتصر لطرق الأستقيم من خلال الكتينية تشغيلات المتجنزية لم يتم تقوم التحرير و لم تزعه نقوم بالمتجنزية لطرق الأستقيم لطرق الأستقيم يوجد طرق الأستقيم وبسبалистات المتجنزية من أقل الكتينيين أحدث عن تلكتين أليس تتجاهي أبقاد يمكن أن تكون مؤكد transition acidifying elements lactose and lactelose where superior tap water elements in a very small study it's commonly used but what they want to have the maximum effect of lactelose the dosing of lactelose should be initiated with 25 milliliters of lactelose syrup every one to two hours until at least أو تسسل لتسرعة أو تتفزي أجهزة أو تتفزي أجهزة من اليوم. نحن نكتب بروتين معلقة ثلاث مرات في اليوم. أعتقد أن هذا ليس إفكتف. ولكن لكي إفكتف يجب أن تسسل 25 مليمليجيتر من لكي لتسلس بأجهزة سيرب كل لكي أجهزة حتى الآن المسلم يتفزي أجهزة وتسسل. بعد ذلك السلس بأجهزة تتفزي أجهزة يتفزي إجهزة في أجهزة إلى ثلاثة أو تتفزي أجهزة هناك تشكيبها لل easy janek في hardكيوب يوكيف يکين أجرا البلجمي تشانع بعض الحقوة ح irrigation هناك للاط forwards وهناك وقوام بالنleverة الإنسان كانت حفيễًangan تحبه والORE يمكن أن تتضمع البيب والآخر يمكن أنتtanون الهراء والهحت بالإمكان pickles والقيب عمي لذلك يجب عليってる ح � Five العثور على الكLife to Rome and the side effects of Latte Lewis Antibiotics reflex mean in the most famous has been used for the survey of the Vatican cellulopsy and a number of trials comparing it with placebo other antibiotics nonabsorbable di saccharide and in those ranging studies. These trials showed effect of reflex amine that was equivalent or ص எ beaches the compared agents with good liability don't dare mcyclical sarre over three to six months and right to me for patients with her open has also been studied in three trials showing equivalence in cognitive improvement and ammonia lowering a multinational study to maintain remission in patient having to prior who bear the fasten قوص Angelski tonight showing the severity of investigate the 냄ذити laten'ts old data supported the use of afhesa meinen nowadays they start recommending deatin plus lactidose , so they have good and the taką my soul has still it's and was widely used in the past for 80 . في موضوع لفضل البشاء. عادة كان المذكوب من المغيبات. إنه مدس لنجميز المواهل من التنزادات. هذه المشكلة نميز محتم مقارن من المجموين. وعلى المنزل المحتم من المنزل المحتمين، ويبداً من أمرهم إتشعر بشكل مهم لتعاملات أخرى جيدة لناس، حينهم ويعطوات الأنوميزية في مهجموين، مثل ميتروليدازول. ألعب الإ portionsة التي استمر過 أي ب STE أجل ديست مواجهة ببطء الحربية تجربها مثل تصوير لتصوير الموضوع الحربية. نقصد عن أمينو أمل дан الأسطين عن رأس النوم الكريب العاصّة مستacc сказал كنا المناسبة لحديد الأ пример دقاء التعاص مبدات لعامينو أمينو أيو الأر الأسطين الأسطين الخرش في نوم الأسطين من أHNي سنقطтов يıkجون أحادةب ال harويات مبراوحد النومirdi فلا نظامه الاخوةiplineiumi have no effect on the hiposenic powers of hepatic encephalobases. упrofsam cereals опut kommen المتابول صفحة المتابولية المتابولية. تحت تحديد المستقبلة لتحويلة المساعدة للتحويل في الكثير من الالتحويل. مختلف من التحويل المستقبلة. وهي الآن مستقبلة كالنزول مؤسسات. مثل الحروف النصير، وغلسير ونهار بمضايا، أيضاً إنه إستخدام. إذا نظر إلى هذا جي بي بي عرب راندميز تظهر أن أكثر أميسات من هباتيك انتصفالي يحدث. ولكن نحتاج لكي أكتب وكي أكتب وكي أكتب وكي أكتب. ثم نأتي إلى اللولان وهي هو المثال الذي يستخدم في هباتيك انتصفالي وكي أكتب الكلاتية أكتب الكلاتية للأمونيز. في الراندميز التطلق مع هباتيك انتصفالي يدخل الكمبيل بلولا إيما تقوم بمقاعدة إنترافينيز أو 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 في إيسامك المشاركات والمقاعدة إنترافينيز ومقاعدة إنترافينيز لأكيد ، فاركو الجميع وفعل أوليطات أيضاً في إنترافينيز إذا لدينا نعوذ أ Saturnus وأy 4, 4 ormital. L-Euremasine and L-Euremasine have ability to lower blood ammonia because both L-Euremasine and L-Euremasine are substrates for the urea cycle and cancer 4 increase the urea production. هنا أريد أن أقول أن أي شخص الذي يحصل لولا سيكون لديه بلد يوريا ويجب أن نعرف أن بلد يوريا ليس توكسي بعض الناس يمكن أن يكون لدي بعض الأشياء في الهباتيك ويوجد الكثير مننا يخطي أن يجعل لولا لولا تقوم بلد يوريا ولكنه ليس توكسي لقد يتحق باعتبادة المشكلة بعمل الاثميس في الأمراض المشكلة والمثلين من هناك ويوجد الكثير من الهباتيك لولا أظن أنه لديه تقوم بالنسبة لغاية لإمكانك من المشكلة مع البلد يوريا لولا نفس الموارد في هذه المنطقة في حيات المطلوبة ، حتى لولا يقوم بسيطة للمنمونية حتى في حيات المطلوبة ، امتعادة الأخيرة في حيات المطلوبة ، لغاية هذا ، لولا يقوم بسيطة جيدة ويظهر أن يكون مقابل بلتيب. كما قلنا من الدكتور حلبي ودكتور إبراهيم مصطفى ، هناك نومكلابات لحياتي بحياتي كتباتي ، which is hepatic encephalopathy, which describes encephalopathy associated with acute liver philia. Type B, hepatic encephalopathy, which describes encephalopathy associated with bortosystemic collaterals. B, bypass and no intrinsic hepatocellular disease. Type C, which is hepatic encephalopathy in association with cirrhosis and bortal hypertension or bortosystemic chants. Type C, which is actually hepatic encephalopathy, and then which sub-categorized, sub-classified into episodic persistent or minimum. In all these types of hepatic encephalopathy, Lola acts and has an effect on clearance of the ammonia, which is the main pathogenetic factor for the development of all these types of hepatic encephalopathy. And this is an example of one of the studies which studied the effects of Lola on prevention of further episodes of hepatic encephalopathy, and it has been found that Lola was superior to placebo in this case. We come to probiotics and dephalometinine. Probiotics, a recent open-label study of either Lola's probiotics or no therapy in cirrhosis patients who recovered from hepatic encephalopathy found fewer episodes of hepatic encephalopathy in the Lola's or probiotic arms compared to placebo. But there was no difference between either interventions. There was no difference in rates of readmissions in any of the arms of this study. Flumaziline, all of us hear about an exam. This drug transiently improves the mental status in overt hepatic encephalopathy. Its problem is that it's a very short duration of action. It continues up to 50 minutes only. And usually we use it as a test for recoverable hepatic encephalopathy. When we get the patient initial doses of Loma's inel, you find rapid improvement of the level of consciousness. This indicates that the patient has hepatic encephalopathy. Laxative, simple laxative alone, don't have the prebiotic properties of disaccharides. And no publications have been forthcoming on the issue of using of laxative alone. Especially the use of polyacylene glycol preparations. It has no effect on encephalopathy. About prevention of overt hepatic encephalopathy, Lactylose is frequently used for the maintenance of remission from overt hepatic encephalopathy. Lola has been found to lower the level of ammonia and improve hepatic encephalopathy in such patients. If the patients have recurrent hepatic encephalopathy to prevent these attacks, Lola is very effective in such cases. Recurrent counts of overt hepatic encephalopathy in patients with preserved liver function. Consideration should be given to the possibility of wild portosystemic chance. Some people have congenital spleenoreal chance, and these patients may suffer from encephalopathy with very good liver function. Certain types of chance such as glenoreal chance can be successfully employed with rapid clearance of overt hepatic encephalopathy in a fraction of the patients in good liver function status despite the risk for subsequent variceal bleeding if they have cirrhosis. So if the patients have recurrent parts of severe encephalopathy, we have to seek for another predisposing factor other than the bleeding and rectoriotic imbalance and diarrhea, etc. We have to seek for large chunks, especially spleenoreal chance. Because in these patients, if we block this chunk, the patient may have market improvement. Thanks for ornitate which will be available in the market very soon. As ambulatory or as oral sachets. Treatment of minimal and covert hepatic encephalopathy. While it is not standard to offer therapy for minimal and covert hepatic encephalopathy, several studies used a variety of agents including probiotics lactelose and rifax mean. probiotics have also been used but the open-label nature, varying amounts and types of organisms and different outcomes making it difficult to be recommended as therapeutic options. We come to nutrition innovation with hepatic encephalopathy. Modulation of nitrogen metabolism is crucial to the management of all grades of hepatic encephalopathy and nutrition options are relevant. Malnutrition is often underdiagnosed. Chronic protein restriction is detrimental for patients with hepatic encephalopathy or recurrent hepatic encephalopathy. Sarcopenia has been proven to be an important negative prognostic indicator in serotonin patients. There is a consensus that low protein nutrition should be avoided for patients with hepatic encephalopathy. At some time, you can decrease the amount of protein taken by the patient but not forever. oral branched chain amino acid enriched amino acid enriched proliferation or formulations actually may be used to treat hepatic encephalopathy and generally improve the nutrition status of serotonin patients but intravenous branched chain amino acid has no effect. So we can use both Lola and branched chain amino acid in patients with recurrent attacks of hepatic encephalopathy will have much benefit from this combination. In the massogenesis of hepatic encephalopathy, Dr. Ibrahim Maal, ammonia is the main factor and ammonia induces some changes in the astrocytes and there is a factor of inflammation in the massogenesis of hepatic encephalopathy. There are many trials to approach this inflammation which helps to decrease the progression of hepatic encephalopathy. Probiotics have some effect in improving actually this inflammatory changes in hepatic encephalopathy but we need better control the clinical trials to have a consensus recommendation for these for the use of these agents or this drug. Some people say albumin administration may help and that may help to treat hepatic encephalopathy. Albumin can be administered to hepatic encephalopathy patients because it has antioxidant properties and is able to scavenge reactive oxygen species. Its administration to patients with hepatic encephalopathy was ineffective in resolving hepatic encephalopathy or resolving hepatic encephalopathy severely but it prolongs survival. Albumin dialysis using molecular adsorbent recirculating system, MARS, the Dr. Hidmi can be all sub-improve the hepatic encephalopathy for a while and it can help to break the patients over a critical situation till the patient is submitted to liver transplantation in patient with a very advanced liver disease and they are about to be comatose. Future horizons in the management of hepatic encephalopathy. There are few treatments still in the experimental phase which held which hold the future promise for therapy of hepatic encephalopathy. It is known that inflammation associated alterations may contribute to the cognitive impairment in hepatic encephalopathy or hepatic encephalopathy. As a result ibuprofen was shown to restore the function of the glutein made nitric oxide cyclic guanine monophosphate but this is still in need of more studies. Minocycline reduces microglial cell activation in cerebral cancer and results in reduction of brain edema as well as plasma and cerebrospinal fluid ammonia. can be beneficial in chronic hepatic encephalopathy resulting in increased CGBP levels and improved learning in positive cable chance threads. It is still experimental. We cannot say or recommend this routinely for patients with hepatic encephalopathy. Another drug which is tetrahydro-deoxy corticosterol that is a vital selective positive halosteritic modulator of GABA. The is one of the most genetic factors for hepatic encephalopathy but still this is an experimental and we need more data to speak about these drugs as regard the future of management of hepatic encephalopathy. In conclusion, I can tell you that despite the availability of different drugs that can be used in treatment of hepatic encephalopathy. Lola or L or Lucille L-aspartame remains the main staying in getting rid of ammonia in the patients with hepatic encephalopathy. We can add on treatments like antibiotics for example or branched chain amino acid. Lola is well tolerated by all patients. It has no side effects. It is not nephrotoxic. Minimal side effects may occur for the patients like some diarrhea but it is minimal in occurrence. It can be given with other drugs. It is tolerable and effective in improving the cognitive functions in hepatic encephalopathy patients and preventing recurrent episodes. This is very important and again thanks for Falco for providing our patients with this drug treatment for hepatic encephalopathy which is uh orbited in its oral form and intravenous form at an affordable price. Thank you very much.